بيار جميل افتكروا انه ملكة ثورة الارز بتنسى تاريخ استشهادك معارفوا انه تواريخ شهداء ثورة الارز محفورين على كل غصن بارزة باسبوري يلي رقم سجله 10452 من 14 باط 2005 من لحظة استشهاد رئيسنا الشهيد المظلوم الله يرحمه الاسطورة رفيق الحريري يلي تم اغتياله على ايد المجرم السفاح الخنزير الدكتاتوري بشار الاسد يلي اغتيالك ايضا يا بيار اميلي جميل واختيال كل شهداء ثورة الارز وانا حامل دمكن اماني برقبت اليوم الدين للاحظة ما انا بموت وحموت اغتيال وحروح لعنكن شهيدة متلكون وكون احد شهداء ثورة الارز ما بيعرفوا انه انا حملت قضيتكن وتم اعتقالي عند الوصاية السورية بستة 2007 لاني كنت رافضة الاحتلال السوري نعم كنت رافضة الاحتلال السوري يلي كان الشيخ بشير لجميل الرئيس جمهورية لبنان كان عم بيقوله لأ بدنا لبنان الواحد لبنان اللي رسمو بدمو بس 10452 وتم اغتياله لانه بدو كان لبنان بس لاللبنانيين يعني بعدو لحد اليوم اصلا بشير لجميل عم بينزكر بالمجالس وكل من زكر اسم بشير لجميل بيخوفهم ولكن انت شه بعد بادكم بصير بشير لجميل بعدكم بيجيبو صير بشير لجميل بعدو لحد دلق بالسنة بشير لجميل بيخوفكم بعد كل لحد دلق بتقولون بشير الجميل جاي بالدبابة وجاي بالطيارة انتو شو لكم في لبشير الجميل ولكن اذا بعدكم كل ما ذكرتو اسمو بتموتو رعبا لو كان بشير الجميل موجود لحدا شو كان عمل فيكن كان داس على راسطن بيرنجر او لبشير الجميل منيح يعني اذا هو غايب بشير الجميل وميتين رعبا لكن لو بير امين الجميل موجود شو كان صار كنا شفناه بأسر بعبدة رئيس جمهورية يعني كان القسم جبران بسير كان اختفى ما كان الوجود اصلا احنا لما كنا نقعد معه للشيخ بير امين الجميل لما كان يتواضع يقعد معنا على الارض ويقلنا عمشوف لبنان الحلو لبنان الواعد لبنان الحلم اللي عم يتحقق بعيونكن انتو يا ابطال لبنان ما كنا نسمع فيها دا القسم جبران بس اللي ما كان لك قسم ما كنت موجود على قائمة اللبنانية مينك انت شو محلك من الاعراب بدي يقلو لبير امين الجميل نفسك بالسماء نحنا منسينيك ولا منساك ونحنا منحبك كتير واللي تغير بلبنان انو تدمر البلد من بعد ما استشهد الشعيد رفيق الحرير الله يرحمه راحت ثورة واجت ثورة واخترب البلد واللي بيروح ما بيجي مثلو واش بدي قلك ولادك صاروا يا شباب ان شاء الله منشوف اسمك بولادك وان شاء الله منزرعلك بارز الكتائب بير امين الجميل الجديد باللي هني ولادك الله يرحمك سمارة رفيق الحريري